طيب بسم الله. هذا الفيديو الهدف منه نشوف كيف ممكن نرفع الأسماء تبع الطلاب على المايكروسوفت تيمس طريقة سليسة وسريعة نسحب الأسماء من المودل او من ال e-learning وبسايت وبعدين نحطه على المايكروسوفت تيمس. خلينا نشوف بالأول كيف نسحب الأسماء. نروح على أي واحد من الكورسات اللي موجودين عندي. مثلا هذا الكورس. بدخل على قائمة الطلاب على الparticipants. هاي قائمة الطلاب الموجودة عندي. بعملها select all وبعدين بختار اني انزلها كملف اكسل. ملف الاكسل اللي رح ينزل عندي زي ما انتم شايفين. هو عبارة عن قائمة طلاب فيها أسماء الطلاب او المدرسين وارقامهم وايميلاتهم. انا من كل هذا الموضوع ما بهمني الا الايميلات. فبعمل delete. وبخلي بس ايميلات الطلاب. حتى ايميل المدرس مش بحاجته. وايميلات الطلاب باخذهم كلهم. بحطهم على النوتباد. اللي هي المفروض تكون موجودة بكل ويندوز. بعمل paste. على النوتباد. بعدين بعمل edit. وبدي اعمل replace لشغلة بسيطة. راح اعمل replace ل.jo. واحط بدالها وسمي كولن. السمي كولن اللي هي في اصل المنقوطة الموجودة جنب حرف ال ال او محل حرف الكاف باللغة العربية على الكيبورد. بعمل replace all. صار وراء كل اسم او وراء كل ايميل زي ما انتم شايفين في عندي .jo. سمي كولن. بشيلها بالسطر الزيادة اللي من الاخر. بعملهم select كلهم. وبعمل copy. وبعدين بدي اروح اعمل شغلة ثانية. بدي اروح على الكروم. بفتح شاشة جديدة. وبدور على بلغين اسمها refined مايكروسوفت تيمز. ريفاين مايكروسوفت تيمز اللي هي البلغين تبع مايكروسوفت تيمز اللي على جوجل كروم. فبالتالي ببين عندي زي هيك ريفاين مايكروسوفت تيمز بعملها هاتو كروم. وبعمل add extension. كلا هذا الاكستنشن ببين عندي هون. مباشرة بحكي لي انه it's added has been added to كروم. وبعدين ان شاء الله هيك البلغين صارت موجودة. بروح على التيمز اللي موجود عندي. بعمل create لتيم جديد. خليني اسميه نيو تيم. بعمل next. طبعا بطلب مني قائمة الطلاب. او قائمتي المدرسين. خليني اعمله skip بالاول. بعمل settings تبعي التيم تبعي. بعمل channels وما لذلك. بعدين بروح بعمل add member. ومن الممبرز هون. بعمل paste. لا الايميلات اللي وراهم سمي كولن. وبتبين عندي هون كبسة اللي هي البلغ امبورت. البلغ امبورت بس اكس عليها. راح يجيب لي كل قائمة الطلاب اللي كانت موجودة عندي. within few seconds بصير عندي added 16 users from organization. بعمل close. مشان اتأكد بروح بعمل manage team. بشوف الممبرز اللي موجودين عندي. هيك ميلات الطلاب صارت انبين عندي على هذا التيم. وهيك بكون ضفة الطلاب على تيم جديد موجود عندي. وشكرا لكم ويعطيكم الفعال. اشتركوا في القناة